أنا صفا عمري 18 سنة من 2014 وأنا عايشة بغرفة واحدة ارتفاها مترين وطولة وعرضة 4 متر مع أمي أخواتي الخمسة آياته عمري 23 سنة عبدالله 22 سنة سراء 20 عبد الكريم 15 وعبد المنعم 13 من بعد ما أخذوا أبي على الحدود بين سوريا ولبنان موسيقى طلعلي كثير مشاكل حتى وصلت لصف البكالوريا بس فوق منه الغرفة اللي كانت عم صعب علي دراستي دماماتنا كان الشيل وحيد لمنظم منه صباح يوم منه مساء كنا نحاول ما نجتمع إلا طبعا بالليد بعد ما ظهر فيروس كورونا بالعالم فضلت قوانين الوقاية وأول عن الحجر الصحي بالبيوت والالتزام فيه والاجتماعات ممنوعة لحتى ما ينشر هالفيروس آياته شو هم تعملي بالحجر؟ ما عمل شي طلعت من كل قروبات المدرسة لأنه ما في إنترنت بس اوصل الانترنت تفوت على الفيس على المسنجير بس باكل وبنام ما في شي اعمله نطبخ نجلي نخسل وننظف 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 بس ما فيه وشلطة مع نايم وكريم وصفا هالحجر يعني بس اليوم ومن خمسة وستين يوم ونحنا ما عمنا افترق بحق الي احكي انه هاي القوانين ما حمتني أنا وعيلتي من كورونا وعلى عكس مضمون هالحجر اللي بنسميه ببيتنا حجر لا صحي يا كريم خلصوه رعاك بطنوص الصوت نايم تعالوا رعاك نايم نايم قل ما هييتلك شريف نايم وكنايم شريفنا هنا دينا يا نايم تعالوا لعب بره اوه ما رح خليه يطلع على بره ليش؟ لا شو نطالعوا هلا خليه يطلع بس شوى نلعب شوى من نرجع بلالو هتطلع شف شف اوه امي لطلمت الفرصة و رح تحرم البسم للفوتة و يا حرام يا جوجو ملت من بره و انا ملت من جوجوه خليه مهلا جديد نشاعر بفوتبول مع رونالدينيو و كريستيان رونالدو و ليونيل مسي نعيم وكريم فوضويتهم ما بسمحهم بس يلعبوا فريفاير وألفوا لها الفيروس كلمات على أغنية متسلفية وكنا نروح نلعب بوب جي وكونتار وفريفاير بالمحلات بس إلسى سكروا المحلات مشان هيك مش مرسوب شو بو عمل بالبيت؟ بعزة بتفرجة بتلف الزور بضرب كريم بضرب صفا ممزح بس اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا وصرف عنا برحمتك شرع ما قضيت شو بتك تعملي بعض الحجر؟ رح ما خلي ولا مشوار رح أطلع لان كل رفقاتي ورح أشتري كل الأواعي اللي ببالي ورح روح عالجابة وصلي هاي سنة ما صلينا بترح ويحب الجابة وشو كمان؟ رح روح أقربوزة نهاية هاد الممر فاصل بين بيتنا و الساحة اللي مو قادرين حتى نقطعه شعر اشترك المقايي شكرا شكرا